اشتركوا في القناة الشيخ حمزة أبو فارس حفظ الله تعالى والذي يجيب عن أسئلتكم واستساراتكم بعد عشرين دقيقة من هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى ونذكروا على الإخوة ونذكروا بأرقام الهواتف وخاصة الإخوة الذين يتابعوننا عبر الإذاعات الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد المسموعة طبعًا وأما الإخوة الذين تتابعون عبر الفضائيات والشت الفاذ بإذن الله سبحانه وتعالى ستخرج هذه الأرقام تباعًا إن شاء الله تعالى الأرقام كالتالي 094 طبعًا 466 5681 الرقم الآخر 094 466 5680 يعني الأرقام هي تقريبًا تختلف في الأخير يعني هذا 81 وثاني ثمانين إن شاء الله تعالى حي الله شيخنا أهل وسهلنا شيخ حمزة حفظكم الله تعالى مرحبًا بيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام طبعًا كيف حالكم شيخنا طيب الله يبارك فيكم طيب شيخنا نحن لازلنا في نفس الحلقات إن شاء الله تعالى في مقاصد الشريعة وتناولنا في الحلقات السابقة مسألة درارة الخمس الدين والعقل إن شاء الله تعالى اليوم شيخنا لازلنا في مسألة موضوع العقل وأهمية ما نحافظ به على هذا العقل الذي حبان الله به عز وجل وميزنا به على كثير ممن خلق من عباده أو من مخلوقاته سبحانه وتعالى شيخنا تناولنا عدة مسائل في مسألة العلم وهو الذي يحافظ ونحافظ به على هذا العقل شيخنا الكريم هناك بعض من يتساءل عن قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا شك شيخنا أشرف العلوم هو العلوم الشرعية علوم القرآن والسنة والفقه والعقيدة والحديث ومثل هذه العلوم العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية أين هي يا شيخنا من هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء هل الإسلام والدين والقرآن يشجع على طلب العلم الشرعي ونترك العلوم الأخرى أم هنا متوازية ومن من يخشى الله عز وجل هل يدخلون العلماء العلوم الإنسانية وتطبيقية في هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد أحييكم وأحيي المشاهدين أحييكم لهذه القناة فمنسبة لسؤالكم الكريم بالنسبة لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه جاءت يعني تتحدث عن العلماء بصورة عامة لا تختص بتخصص معين وإنما وإنما يعني الذين يخشون الله سبحانه وتعالى هم المتخصصون سواء في العلوم الشرعية أو العلوم التطبيقية وهذه ملاحظة حتى على أرض الواقع فكلما يعني استزاد الإنسان من العلم في أي علم من العلوم يقترب من معرفة الله سبحانه وتعالى وبالتالي يخشاه فالمسألة إذن ليست خاصة بالعلوم الشرعية نعم العلوم الشرعية لها أفضلية يعني تفضل غيرها لا شك في ذلك لكن المسلمين مأمورون بأن يتعلموا العلوم التي تنفع مجتمعهم بصورة عامة فلابد للدولة المسلمة أن يكون لديها متخصصون في الحديث والتفسير والفقه والنحو والصرف والبلغة وكذلك لابد أن يكون لديها الطباء ومهندسون ومتخصصون في الرياضة وفي الفيزياء وفي الكيميا نعم ولابد أن يكون لدينا كذلك طيارون ولابد أن يكون لدينا كذلك أسكريون ذو خبرة لقول الله تعالى وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فالمسألة كلها متكاملة نعم جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيه شيخنا العلم كما يقال هو الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة والوصول إليها يعني فهل غير المتعلم يا شيخ غير المتعلم لن يصل إلى الحقيقة إلا أن يسلك طريق العلم ولكن نرى كثير من الناس أو الشباب أو تستهويهم الشهوات والأعلام الفاسد والعياذ بالله والأعلام المضلل في أفكارهم في عقائدهم هل يا شيخ سببه هذا أنهم لم يسلكوا سبيل العلم لا أشك في ذلك نعم من تخلى عن طرق العلم فإنه سيبقى يعني جاهلا ويؤثر ذلك على سلوكه نعم فأسباب ما يعانيه العالم الإسلامي الآن نعم من يعني فتن وانحرافات من حرافات مخالفة لما عليه الشرع كل ذلك يرجع إلى قضية الجهل والجهل هذا مسألت يعني الكارثة فيه كارثة كبيرة صحيح فلابد من أن يسلك الإنسان العلم والعلم كما ذكرنا أكثر من مرة نعم لا حدود له فلا يمكن أن يكتفي الإنسان بمرحلة معينة لأنه إذا ظن أنه قد تعلم وأنهى العلم فإنه قد جهل نعم فالعلم لا حدود له ولا ينتهي عند قدر معين نعم فإذا وجدنا شخصا نعم ترك العلم معنى ذلك أنه قد جهل وكنت أقرأ قبل ربما أيام نعم على أن بعض العلماء قال لا يمكن أن تمر ليلة إلا والكتاب على صدري حتى حتى أنام هكذا كانت مسألة العلماء نعم 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 صحيح شيخنا الكريم بارك الله فيك ما نحن في هذه الأيام من يعني تجهيل أو جهل وأحنا سنوات طويلة يا شيخ نحن نعاني من مسألة التعليم والتربية وغير ذلك يعني هل هناك تداخل بين العلم والثقافة هل مصيبتنا يا شيخ مصيبة هذه البلاد خاصة الأمة الإسلامية عامة والبلاد هذه خاصة هل يعني سبب الأزمة الفكرية والعقلية لبعض الناس أو بعض الشباب خاصة لبعدهم عن الثقافة ككل ليس العلم الشرعي ليس الجلوس عند العلماء والفقهاء هل الثقافة شيخ لها أثر في المعرفة يلا الثقافة أعام من قضية التعليم نعم التعليم التعليم داخل فيها فلا يمكن أن تكون ثقافة متكاملة إلا والتعليم ضمنها نعم فمسألة دن الثقافة تؤثر فيها كثير من الأمور من ضمنها العلم نعم فالثقافة السليمة تأتي يعني بطرق كثيرة تتضافر في تكوين هذه الثقافة ولذلك نرى المجتمعات يعني في ثقافتها تختلف نعم من مجتمع لآخر ونحن الذي عندنا الآن كما تحدثتم بارك الله فيكم سبب ذلك أن الثقافة أحيانا تتكون بطرق معوجة فلا تأتي ثمارها فهذا ربما الذي حدث عند كثير من شبابنا في بلادنا نعم يعني عدم اتباع الطرق السليمة وعدم الاقتداء بالمشايخ وأخذ العلم عن العلماء يسبب هذه الأزمة التي نحن فيها نعم فإذا أردنا أن تستقيم أمورنا فلابد من الرجوع إلى الطرق الصحيحة في التعليم والتربية ولابد أن يكون لدينا كذلك مكونات لثقافتنا لابد أن تتكون ثقافتنا بالطرق الصحيحة لكن هذه لابد أن يبدل فيها الناس جميعا جهدهم ما أمكنهم نعم فالمدرسة لابد أن تغير سلوكها والإذاعات والتلفزة ذكرنا نحن في الماضي نعم أن لها أثرا كبيرا في تكوين الشخصية صحيح وبعض الأمور لا يتحكم فيها الإنسان نعم فأرأيت خصوصا الآن في مجتمع الليبي نعم يعني عندنا خلل في قضية التفكير عند كثير مننا أسباب هي شيء ما الأسباب في هذه نعم نعم والسبب في ذلك نعم هو مسألة هو مسألة الطرق التي نتلقى بها هذه الثقافة فإذا كانت الطرق معوجة فإن النتيزة ستكون كذلك فيعني لابد من تقويم هذه المسألة من تقويم هذه الطرق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا نعم شيخ نار الكريم بارك الله فيك نحن ممكن نترق إلى مسألة شيخ نار الله يحفظك مسألة يعني أن العلم هذا جاء ليحصن العقل وكذلك يوجه هذا الإنسان لكن نجد أن بعض الناس منتسبوا للعلم حقيقة ونرىها عبر التاريخ ونرى في هذه الأيام بعض من يدعي العلم يخرج علينا في الإعلام ويخرج علينا في صحافة هذه الأيام حرب على الإسلام ببعض الفتاوى يا شيخ غريبة وهذا الرجل ينتمي إلى العلم فما السبب في انحراف هذا الإنسان الذي يعني عنده العلم وتخرج من الجامعات الإسلامية الكبيرة ثم نجده ينحرف يعني بفتاويه ولا حوال يختلف الله مع أن العلم كنا يا شيخ يحصن العقل وهو من الحمد لله الأشياء الأسباب التي تحصن العقل الذي جاء به الإسلام والضرورة الخمس لا العلم ليس هو كل شيء نعم يعني أحيانا يكون الإنسان عالما عالما يعني جد العلمي ومتخصصا في فرع من الفروع الدقيقة ولكن به خلل في عقله فليست المسألة مرتبطة بكل يعني عالم لا بد أن يكون سلوكه غير معوجل لا ولذلك نرى حتى في عالمنا بصورة عامة من يكون يعني يتقن تخصصا نادر أو نادر من يتقنه ومع ذلك تجد عقيد تفاسدة أحيانا نعم صحيح ونحن دائما نضرب مثل بمسألة يعني بعض العلماء الذين يعبدون الأشخاص صحيح وبعضهم يعبدون الحيوانات نعم وبعضهم يعبدون الأحجار فمسألة إذن العلم ليس هو كل شيء نعم ولذلك إذا لم يصاحبه يعني تربية سليمة تضعه على الطريق الصحيح ونذكر بأنه من قديم كان علماؤنا يتحدثون عن فريق من العلماء نعم يسمونهم بعلماء الصلاطين بالضبط هؤلاء يؤثر عليهم مساءة المال فيوجهونهم كما يريدون وهذه ستستمر إلى يوم القيامة لن تنتهي يعني في مرحلة من المراحل ولذلك أريد أن أنبه أن العلم ليس هو الوحيد الذي يقوم الشخصية نعم نحن نعرف من يعبد البقرة مثلا وهو متخصص في أدق العلوم مثلا وقص على ذلك فمسألة إذن العلم ليس هو كل شيء أكرر ذلك نعم يعني قاضي نقوله يا شيخ يعني الذكاء ينقسم قسمين أو العقل عقلين العقل الهداية والعقل هذا اللي هو الدكاء حفظ المعلومات وكذلك ممكن نقسم هذه التقسيمات يعني هو أحيانا الذكاء يجر إلى قضية حفظ كثير من الأمور وإتقانها نعم نعم لكن أيضا حتى الذكاء ليس هو كل شيء أحيانا ولذلك كثير منها العلماء يقولون الذكاء الخارق أحيانا يوقع صاحبه في المفاسد إذا دائما بالنسبة للحواس بصورة عامة سواء البصر أو السمع أو حتى العقل إذا زاد عن حده فإنه سيكون جناية على صاحبه تتصور لو واحد سمع أكثر من اللازم فإنه لنسمع شيئا تختلط عليه الأمور نعم وكذلك الذكاء الخارق كثير منهم من الأذكياء الخارقين من انتحر في النهاية فهذه المسألة هدى نعم الذكاء يساعد على الحفظ لا شك في ذلك فإذا كان ذكاء معتدلا واعتني به ونكرر دائما منبه إلى أهمية التربية التي تصاحب العلم نعم فإن هذا هو الذي يسقل العقل ويجعله على الطريق المستقيم نعم إذا شيخنا نستطيع أن نقول يعني الذي يحسن العقل هو العلم لكن العمل لا بد منه لأن هناك عبادة وطاعة وتذكير هذه الأنفس حتى يذكو هذا الإنسان ويكون يخشى الله سبحانه وتعالى ولذلك شيخنا لعل جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبذر لأن تقدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة ولأن تعدو فتعلم فتعلم بابا من العلم عمل بها اليوم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة يعني يعني المقصود به يا شيخنا التربية أن الإنسان يتعلم لكن لابد أن يعمل حتى يثبت على الحق أليس كذلك؟ هو ضروري يعني القضية مرتبطة بين العلم والعمل نعم فلا يصلح علم بلا عمل لأن العلم العلم هو الذي سيؤدي إلى العمل والتمرة هي العمل فلا فائدة من العلم ولذلك كان العلماء يقولون إذا شخص تمكن من حفظ كتاب بأكمله هي أو عدة مجلدات نعم وكان عمله مخالفا لما علم يقولون هذه نسخة من الكتاب قد زادت في السوق أو في الشارع صحيح فإذا المسألة مسألة مسألة عمل وقل اعملوا فسير الله عملكم مسألة العلم فقط لا يصلحه نعم لكن قلنا الأصل فيها أن العلم هذا يجر صاحبه إلى العمل هذا الأصل لكن أحيانا ينفصل العلم عن العمل فلا فائدة فيه طيب شيخنا الكريم يعني ترى أن الأمة حتى تنهض من جديد بإذن الله سبحانه وتعالى لا بد من الاهتمام بهذه المسألة وهي مسألة العلم ترى يا شيخنا الكريم بارك الله فيك نصيحة لشبابنا الذين يقبلون على طلب العلم الشرعي والعلوم الإنسانية والتطبيقية يعني ما هي الاحتياجات لهؤلاء الشباب يعني إحنا أحيانا بعض الأباء يوجه الإبن إلى علم معين والولد ليس له رغبة في هذا العلم ففي هذه المسألة هل هو يختار ما يريده الوالدين أو ما يختاره نفسه أو ما تختاره الأمة وتحتاجه الأمة في هذه العلوم لأن العلوم شيخنا تحتاج الأمة أحيانا فرض أعيان وحيانا فرض كفاية العلم كذلك صحيح هذا موضوع طويل آخر نعم لكن الذي أقوله بالنسبة للمسألة التي طرحتها يعني بالنسبة للوالدين ليس لهما أن يتدخل في مسألة تخصص ابنهما أو بنتهما نعم لكن لهما أن يوجه الابن أو البنت لا شيء ما يرونه يعني ضروريا للأسرة وللفرد نفسه وللمجتمع بأسره فالنهاية المجتمع المفروض هو أن يستفيد لكن لابد من التنبيه إلى شيء آخر نعم وهو أنك لا تستطيع أن تدخل شخصا في تخصص لا يرغبه فإنك ستضيع الوقت ليس إلا نعم فلابد من أن تدرس المسألة دراسة كافية أن يكون الشخص المتعلم لديه رغبة في هذا التخصص وأن تكون لديه القدرة في أن يستمر في ذلك وأن يشجع على ذلك وأن يكون مما هذا العلم مما سيفيد الأمة بأسرها نعم لكن إذا نقصت إحدى هذه الأمور فإن المسألة لن تؤتي أكلها نعم فإذا وجهنا شخصا إلى تخصص يحتاجه المجتمع وليس له القدرة على الاستمرار في هذا المجال فإننا كلفناه عنة ولا فائدة من ذلك نعم فالمسألة إذن لا بد من أن يعني تتوفر فيها عدة أمور مجتمعة نعم لكن المسألة يعني خطر ببالي أن هذه المسألة لابد أن تعتني بها الدولة صحيح فتكون في دراسات وبعبارة مجزة الدولة مبنية في جميع أمورها على التخطيط فلابد أن تخططا للحاضر وللمستقبل وتوجه الناس هذا الاتجاه بعد دراستهم ومتابعتهم نعم ولذلك نجد كثير من الدول الأوروبية نعم تتابع النبي هنا من الطلبة صحيح في المراحل المختلفة نعم فتوجههم وتأخذ بأيديهم إلى التخصص الذي تطلبه شركة ما أو دولة ما فتكون النتيجة في صالح من يربي الطفل ويوجهه إلى هذه المسألة حفظ ذكرنا عذرنا نستقبل هذه المكانة نبيد الله سبحانه وتعالى تفضل يا أخي عبد الله مرحبتين تفضل يا عبد الله ممكن سؤال يا شيخ نعم يا عبد الله تفضل أخي الكريم نعم الشيخ إذا تعرض قول مثلا في الموطأ للممالك وقول المخاصة في المدونة ناخذ أي يقول العادة ثانية أخي الكريم أعد شيخ أرفع الصوت أخي الكريم ممكن ترفع الصوت الأخذ في الكنترول ممكن نرفع الصوت قليلا قولين مختلفين قولين قولان مختلفان طيب مختلفان أحدهما في الموطأ والآخر في المدونة أحدهما في الموطأ والآخر في المدونة أيهما يخض بأيهما يخض بأيهما طيب هذه مسألة علمية طيب شكرا يا عبدالله حاضر يا عبدالله حاضر سيجيبك الشيخ إن شاء الله شكرا جزيلا أخي الكريم نعم نعم طيب أخي الكريم طيب شيخنا بارك الله فيك لازلنا في موضوع العلم والثقافة هذه كما ذكرت حضرتك المسألة واسعة جدا 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 بارك الله فيك يعني هناك شيخ علوم دنيوية تتحقق بها مصالح البشر وتتحقق بها عمارة الأرض كذلك شيخنا الكريم نحن مقصرين فيها إذا هذه اللحظة يا شيخنا الكريم ما توجهاتكم كما ذكرت حضرتك هي مسؤولية الدولة ما يعني توجهاتكم للشباب المقبل على العلم والذي يهاجر لطلب العلم في خارج البلاد وكذلك يسافر ويهاجر سنوات طويلة لطلب العلم وأحيانا يتركوا العلوم يا شيخ اللي تحتاجها البلاد مثل الآن نحتاجه للعلوم السياسية الإعلام العلوم السياسية الإعلام العلوم اقتصاد وغير ذلك فهل يا شيخنا الكريم توجيه من حضرتك لهذه المسألة قبل أن توجيه بشيخنا معلش نستقبل مكالمة عذرا لأخ علي تفضل تفضل يا علي عذرا شيخنا تفضل علي نعم يا علي هيوسره ما عليك تفضل تفضل لا أنا وسأل أرفع صوتك قليلا قلت لك يا شيخ نحوص بالتكبير نعم نحوص بالتكبير بالصلاة التفسير التكبير 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 ما باله التكبير نحوص فيك نحوص فيك والله ما سمعتكش يا أخي يبدو الصوت أنه يعني ضعيف رهو نعم التكبير ماذا نحوص فيها عراء عديدة التكبير فيه عراء عديدة نحوص فيها نحوص فيها نحوص فيها مرة آه تعين تكبيرت الأحرام عدة مرات آآ يعني فيه وسوسة يعني آآ طيب حاضر آآ شكرا لك حاضر إدريس تفضل يا إدريس يبدو أن نرد الصوت فيه مشكلة يا جماعة حاول تصلحوا إن شاء الله نعم أهلا وسهلا أخي إدريس تفضل يا أخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا دريس يا سيخ لبناه عندي تنويه عن الدستورة لممكن في أقل من دقيقة عن الشيخ ويعلق له وتعلق لأنت لأن الأمر مهم بالله تقرأ صورة الآن صورة ماذا لا لا ما الصورة ما الصورة ما الصورة يا شيخنا شين تقرأ مالا عندي تنويه عن الدستورة اللي بيدرور لنا في البلاس يقال من دقيقة بيش تعلق عليه أنت والشيخ إن شاء الله لأنه مهم والله بتفضل شنية للصورة تفضل يا سيخنا يا شيخ حمز أبو فرس بالله عليك أعلن رئيس اللي جدت التاسيسية سياغة الدستور أعلن بإن مشوة الدستور ستعرض على الشعب قريبا وقال أرجو أن يصوت الشعب اللي بي بنعم نقول له حتى نحن عافظ الشعب نقول له لقد استلمنا الإشارة بكل وضوح في مؤتمر صحفي الذي عقدته بمدينة البيلة وأنت تتوسط أعضاء اللجنة وكانت تقف على يمينك عزوة وعلى يسارك عزوة وتبع الوردة الحملة على صدرها وعلى يسارك ومن قردك أشخاص بأسف انتقردناهم مأنا رجالنا بالحدث وبدأت الحديث بقول أقشب بك يا ليبيا أدركنا بإنا على دستورنا السلام لإنه ومن وضعه رجال شربوا العلمانية ولم يستطيعوا قيها والله المستعال لذلك نطالب من دار الإبتاء وعية علماء ليبيا بالتوضيح للناس ومتابعة هذا الأمر عبر الإعلام وبكسافها هل هذا الدستور يفعق نعم أم لا وبرك الله فيكم وشرحونا أنتها طيب شكرا العلاء تفضلي علاء علاء هنا تفضلي هنا تفضلي نعم أختي مرحبتين بك مرحبتين بك عفوا أنا بنتأذ أنا عندي مشكلة عائلية باهي طبعا أنا طلقت من زوجي نبدي نعرف الحكم إنني بطلقتي إلى أم تبوي رزو عليك نعم يعني نبدي نعرف الحكم يعني حكم ماذا آه يعني إنني طلقت بدون يعني إلى أم تبوي أنت طلقت من زوجك بدون علم أهلك لا يعلمهم لكن هما مش راضين آه طيب أنا بني سألها لي شو الحكم هذا أنت طلبتي الطلاق ولا هو طلقك أنت طلبتي منه الطلاق بالطلاق أنت طلبتي الطلاق صح أنت طلبتي آه وأهلك مش أمك وبوك مش راضين آه تمام طيب يا أختي هنا تفضلي هنا نعم نعم ساعد تفضلي ساعد وعليكم السلامة آه تفضلي ساعد مرحبتين بيك يا أخي مرحبتين بيك يا شيخ مع ما حكم التأخير في الصلاة ما حكم التأخير في الصلاة وقت الظهر يصلي مثلا الصباح السمك مصليه ثلاث الصباح يعني يصلي وقت الظهر متى يعني يصلي وقت الظهر مع العصر باي طيب باي طيب بعد الأذان يعني بعد ما يدي العصر ويصلي الظهر ولا قبل بشوية طيب يا ساعد سيجيبك الشيخ على جميع الأحوال إن شاء الله تعالى نعم ما فيش تليفونات بعد قليل إن شاء الله تعالى شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا يعني بعض العلوم الإنسانية يا شيخ التي تفدها الأمة يا شيخ مثل الآن نحتاج إلى الإعلام أو الاقتصاد أو علوم السياسية تجد بعض الشباب يعني شيخنا أو يدخل لهذه الأقسام وهذه الكليات هم أضعف الطلبة أضعف أقلهم والذي يعني لم يجد أي كلية تقبله فما يعني يعني توجيهك يا شيخنا لمثل هؤلاء الشباب ليهتموا بمثال العلم والدولة كذلك بهذا العلم الآن المطلوب يا شيخنا العلام والسياسة والاقتصاد وغير ذلك هذه المسألة تكلمنا عنها في حلقة ماضية وقلنا إن الدول المتقدمة تعتني أولا بكليات التربية التي ستخرج المدرسين نعم ولذلك يعني الذي يحدث في بلادنا هو العكس نحن بدلنا من أن نأخذ الأوائل فندخلهم في التربية حتى يدرسوا لنا أولادنا في المستقبل نحن ندخل من كانت درجاته ضعيفة هم الذين ندخلهم في مسألة التربية ويمكن أن ندخل في ذلك ما ذكرته في سؤالكم مسألة نعم لابد أن الدولة تحدد الاحتياجات الضرورية وتهيئ لها من الطلبة من يستوعبها ويكون قادرا عليها ويفيد المجتمع فيها ويمكن أن تجعل حوافز لهذه التخصصات لأن الناس يعني بصورة عامة لهم ميول يعني مادية فلابد أن نشجع التخصصات التي نريد أن يدخل فيها الناس لكي يخدم المجتمع لابد من أن نشجعها بصورة عامة إذن المسائل التي تهم الدولة والمجتمع لابد أن يجعل لها حوافز أكثر من غيرها حتى يدخلها من نريد أن يدخلها ويكون قادرا على ذلك أما إذا جعلت له رواتب متدنية في حين بعض الأمور الأخرى التي يمكن أن يقوم بها أحد الناس هي التي تسجعها وتضخم الراتب فيها معنى ذلك أنه سيحدث العكس أي النتيجة ستكون فاشلة هذه المسألة مهمة جدا ما ذكرتم وتقدرها الدولة نعم أما الأشخاص فلا يمكن أن يقدروا احتياجات المجتمع إلا نادرا نعم طيب شيخ الله بارك الله فيك نحن نعتبر من الدول للأسف المتخلفة كما يسمينا بعض الدول الحقيقة أن إحنا تأخرنا عن ركب الحضارة بسبب الاستبداد والظلم والطغيان التي حدثت لنا سنين طويلة لأمة الإسلام والدول العربية خاصة شيخنا الكريم مسألة اكتساب العلم والمعرفة عن طريق البحوث العلمية والبحث العلمي المنظم يعني هو من أهم صور التحصيل العلمي الآن يعني الأمم كلها تهتم بهذه المسألة لأن السبيل الشيخي لحل المشكلات وكذلك ابتكار نظريات وتطويرها عن طريق البحث العلمي فأين نحن شيخنا من هذه المسألة في تحصين الأمة وتحصين البلاد والاهتمام بهذه المسألة حتى نرتقي إلى أفضل وأحسن يا أخي هذه المسألة تتصل بما ذكرنا سابقا مسألة لابد من وجود التخطيط لابد من وجود التخطيط فإذا وجد لدينا التخطيط فإننا يمكن أن نصلح من من بعض أمورنا على الأقل أما إذا ما زلنا كما كنا لا تخطيط لدينا فلن نصل إلى شيء نعم فلابد أن يكون لدينا مخطط واضح ولذلك ترى الدول المتقدمة تراقب الطلبة في مدارسها وتختار منهم النوابغ فتعتني به في التخصصات اللازمة ولذلك تجد حتى الشركات تتابع طالبا أحيانا من الأعدادية وأحيانا حتى من الانتدائية وتقدم له كل ما يحتاج وقد سمعنا أكثر مرة في البرامج المرئية والمسموعة أن طالبا في السنة الأولى الأعدادية كان عبقريا في تفكيره اعتنت به الشركات وقدمت له كل ما يحلم به حتى ينهي دراسته كما تريدها هذه الشركة فيستفاد منه في المستقبل استفادة كبيرة وتعقد معه عقدا لازما وطويلا وتقدم له كل ما يحتاجه بل أكثر مما يحتاجه هكذا المفروض الدول كلها بصورة عامة عندئذ نصل إلى مصاف الدول المتقدمة حافظكم الله شيخنا هذا كله نتحدث عن مسألة الضرات الخمس تكلمنا عن الدين والنفس والعقل شيخنا نتحدثنا عن العلم الآن هل عندكم شيء شيء في هذه المسألة من ناحية الوجود يعني العقل من ناحية الوجود والعدم هل عندكم زيادة شيء تفصيل نعم بالنسبة للعقل من الأمور المؤثئ من الأمور المؤثرة فيه في جانب الوجود نعم مسألة التوعية والوعظ جميل فلابد في المجتمع من وجود طائفة طاعظ الناس وتوعيهم وتعتني بهم في هذا الشان لأن قضية التذكير التذكير وربطهم دائما بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة وأنهم آيبون إليها ولا شك هذه محتاجة دائما إلى التكرار نعم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولذلك لابد من وجود طائفة في المجتمع يعتنون بهذه المسألة فيعظون الناس ويذكرونهم بما لهم وما عليهم ولذلك لابد وهذه ترجعنا إلى ما تحدثنا عنه سابقا من مسألة الأمر بالمعروفه والناهي عن المنكر نعم فإذا اختل هذا الأمر في مجتمع فإن النتيجة تستكون كارثة عليه نعم لابد ولذلك احنا ليس عندنا ما يشاعه عند الناس في الشوارع وكذا خصوصا عند الجهلة سمحني في كلمة بالعامية أن كل شاهم ألقى بكراحة لا معناش هذه المسألة نحن مسؤولون نحن مسؤولون عن بعضنا فلذلك مسألة الأمر معروفة أن المنكر مسألة مهمة نعم نعم فلا يقال لا هذا ما عنديش دخل به لأنه ليس قريبي وليس في عائلتي أحنا أننا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفسه وعندنا مسألة كلكم راعي وكلكم مسؤول الرعيته نعم فلابد من الاعتناع بمسألة الوعظ والتوعية فلابد أن يكون هناك فريق في المجتمع يقوم بهذه المهمة نعم مسألة أخرى تتبع نفس الموضوع الذي نحن فيه نعم وهي مسألة تشجيع التفكير الصحيح تشجيع التفكير الصحيح والثقافة المعتدلة نعم لا بد أن تكون مهمة الدولة وتخطيطها تشجيع هذه المهمة أعني الثقافة الوسطية والتفكير الصحيح حتى لا يضيع شبابنا نعم وهذه لا بد أن يتعاون فيها الأفراد والجماعات والدولة كذلك نعم فهذه كلها تخرج لنا عقلاً معتدلاً غير ذي شطاطين نعم نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك مسألة التوعية أنت ذكرتها وهو من الشيء التي تحصل العقل والوعظ فنحن يعني التوعية شيخنا في جميع المجالات ولا شك يعني ليس المقصود بها من ناحية شرعية أنت كأنك شيخنا تناولت الناحية الشرعية فقط من ناحية الوعظية تذكير بالآخرة تذكير بالجنة تخويف بالله سبحانه وتعالى تخويف من المعاصي لكن شيخنا التوعية هي تصل في كل المجالات في كل مؤسسات الدولة التوعية صحيح هذا الكلام ونحن حتى لما نتكلم حتى عن التذكير بالآخرة وربط الناس بخالقهم وتذكيرهم بما سيقولون إليه هذه المسألة لا تتصل فقط بعلم شرعي وكذا نضرب مثالا ربما يوضح المسألة أكثر قضية يعني صرف الكهرباء الآن وهذه تحدثنا عنها في الماضي قلنا بعض الأماكن تجد فيها آلاف المصابيح التي يعني كأنها تشتعل ليلة نهار 24 ساعة وفي الغالب في الغالب يكون تكون المسألة لا تتعلق بوجود عداد يعني يحاسب الإنسان على ما صرف نعم فهذه المسألة حتدينية أيضا فما من مسألة دنيوية إلا ولها رابط بالآخرة فيها حلال وحرام فإذا القضية الوعظ الذي ذكرناه يتصل بأمور الدين والدنيا فهما مترابطان تمام الارتباط نعم سبحان الله فعلا شيخنا الكريم بارك الله فيك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يعني شعب الإيمان أو الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلى هلا إلى الله وإذنها إيماته الأذى لو تناولنا شيخ مسألة التوعية لبعض الناس في الشوارع وهذا من الوحيد هو لا حول واقتلا بالله أنه يشرب مثلا كأس ماء أو قهوة أو شاي يرميه في الشارع يشرب السجال يرميه في الشارع شكار مثلا أكل يرميه في الشارع يفتح نافذة للسيارة ويرميها وهذا الإنسان شيخنا هو نفسه إذا ذهب إلى بلاد أخرى بلاد في الغرب أو إلى تونس المجاورة لا يفعل ذلك ويرجع إلى بلاده إلى يرجع لليبيا يعني يحدثنا بما رأى في سويسرا وفي كنادا وفي أمريكا باحترام الغرب للطريق وإعطاء الطريق وإحترام الإشارة يعني ما نصيح تكلي مثل هؤلاء لماذا للتفريق؟ انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي حدثنا بأن ماطل الأدعى عن الطريق صدق هذه هي داخلة في حديثنا السابق يعني مسألة الثقافة لها أثر كبير جدا ونحن ثقافتنا للأسف فيما ذكرتم من أمثلة لعن تجد من يطرح شيئا كان يأكله أو كان يشربه عليك وأنت في سيارتك خلفه هذه بكثرة كثرة فهذه المسألة تعودنا عليها وأصبحت يعني مالوفة عندنا نعم والمسألة أيضا تتصل بأمرين نعم الأمر الأول يعني الثقافة التي تربى عليها الإنسان ووجود قانون رادع السبب الذي تتحدث عنه أنه عندما نذهب إلى الدول الأخرى ولولي إلى جرالنا فإننا سننضبط هذه السبب فيها الخوف صحيح والخوف ضروري كذلك لأن الإنسان الإنسان حتى ولو كان غير مع وجل فكري لا شك أنه سيقوم نفسه وسيطبق ما قرآه لكن ضروري من وجود بعض الناس لا يرهبهم إلا العقوبات والقوانين الرادعة هذا صحيح وهذا الذي حدث لنا نعم عندما نذهب إلى دول أخرى نلتزم بقوانينها لأنهم لن يتساهلون معنا فإذا رجعنا إلى بلادنا ليس فيها قوانين طبعا فإن الثقافة السائدة عندنا هي التي ترجع من جديد فتتحكم فينا طيب شيخنا نستقبل المكالمة هذه من أم محمد شيخنا نعتذر عن انقطاعنا نعم يا أم محمد تفضلي تفضلي أخي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحاشك يا أستهل تحاشك باية يا مرحبا يا أم محمد أهلا وسهلا أختي تفضلي عليها تحاشك يا شيخ يسمع فيك الشيخ الله يبارك فيك الله يبارك فيك بالله عليك يا شيخ أنا نبدي منه العيدي بالله عليك أنا دروسي صعبة يا شيخ نعم والله يا شيخ أنا نتعبانا وجوزي مريض ومنا ونسكن بالإذعار وبالحالة تعرفة إن عشرة ما فيش ونبدي بالله عليك بالله عليك بالله عليكم نبدي كل من يسمعني يساعدني حتى الجزء البطيط من المال يا صيد طيب يا أختي حاضر هذا إن شاء الله تعالى يا أختي الكريم هناك من يتخصص في هذه البسائل الجمعيات الخيرية وكذلك الشؤون الاجتماعية بارك الله فيك أسأل الله يفرج كربك يا أختي وأسأل الله ينفس عليك يا رب يرسل أمرك نعم مكالمة أخرى نعم لا توجي مكالمة الأختمونا تفضلي أختي منا مرحبتين وأهلا وسهلا بك أهلا وسهلا يا أختي تفضلي مثال خير مثال نور مرحبتين تفضلي أختي ألي من فشلوه تفضلي يا أختي تفضلي مالك نسمع فيك يا منا تفضلي يا أختي وديك نبيه النسل بتعمل نبيه نسل الشيخ تفضلي يا أختي أهلا وسهلا بيه صارت المدهمة في البسلم تحضر ألا نعم صارت المدهمة في البسلم شدي المجرمين آل مدهمات نعم 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 موجودين لازالوا ايه في مكانات وعينة طيب نقدر نبلغ عليهم حلال والأحرام طيب يا أختي حاضر شكرا يا منا ويصلى الله أن يحفظك بحفظي تفضل يا أحمد نعم يا أحمد وعليك السلام تبركاته مرحبتين يا أحمد نهارك سيد يا شيخ عبدالدفل شين أمورك نهارك سعيد أخي أحمد تفضل أخي كريم الله يسلم تفضل نعم والله ما سمعتكش كويس بارك الله فيكم منور يا أحمد منور شكرا جزيلا يا أحمد بارك الله فيك على هذا السلام شكرا يا أخي كريم نعم ناخد مكالمة أخرى والله ننتهي طيب خلص شيخنا بارك الله فيك مسألة ممكن ناخد الأسئلة إن شاء الله تعالى ممكن وبعدين نرجع إلى موضوعنا بعد ذلك نعم في مكالمة سبع دقائق إن شاء الله تعالى شيخنا الكريم بارك الله فيك الأخ عبدالله يسأل حفظك والله تعالى يقول إذا كان هناك قولان مختلفان أحدهما في الموطأ والآخر المدونة في أيهما نأخذ بأيهما نأخذ كيف ترجح المسألة نعم هذه تحدث عنها علماؤنا ويعني تكلموا عن هذا الموضوع وقالوا في الحالة هذه التي ذكرها السائل يقدم قوله في الموطأ على قوله في المدونة نعم جميل بارك الله فيك الأخ علي شيخنا يقول عنده يعيد التكبير الإحرام عدة مرات يبدو أنه تلي بهذه المسألة الوسواس يعني فما نصيحتكم لها الأخ علي بارك الله فيكم هذه وسوسة لا شك في ذلك نعم ولذلك التخلص من الوسوسة بسرعة عامة في هذه المسألة وفي غيرها نعم هو عدم الالتفات إليها فكلما قال لك الوسواس إنك لم تفعل الشيء الفلاني عملت بعكس ما قال لك فإنه سيغادرك لكن إن استجبت له فإنه سيكرر ذلك في أمورك كلها فعلاج الوسواس هو أن تفعل عكس ما يقترحه عليك أو ما يوحيه إليك شيخنا الكريم بارك الله فيك هو الأخ علي يعني سبحان الله أنا لجيتني مسألة الحفاظ على العقل يعني لو الإنسان يتعلم المسائل العلمية شيخنا لتحصن من هذه مسألة الوسواس يعني يقع فيها غالبا الناس الذين يعني لا يجلسون لمجالس العلم لا يتفقهون لعل بهذه المشكلة يعني لا لا أظن ذلك يعني هذا الأمر يحدث حتى لبعض المتعلمين وبعض الملتزمين أيضاً الذين يحافظون على يعني فرائد الدين وسننه ومستحباته نعم لكن هذا علاج الوسواس هو نعم الضعف في العقل فعلاجه هو عدم الالتفات إليه حافظكم الله شيخنا بارك الأخ دريس شيخنا تكلم عن مسألة الدستور حقيقة كان الصوت غير واضح فيقول هل الدستور يستحق نعم أو لا وتحدث عن صورة هكذا معينة في الدستور وتحدث عن ف يعني مسألة هذه وضحتوهم تقريبا تكلمتم فيها فيما سابق شيخنا نعم شيخنا نعم لم أسمع ما قال الصاحب السؤال حقيقة الصوت كان شوية هكي منخبط يعني لعل أيوة أنا ما سمعت منه شيئا طيب خير الشيخنا الأخت هناء بارك الله بيك شيخنا تقول طلبت الطلاق من زوجها وطلقها زوجها ولكن والدها غير راضين أمها بهم شراضين عن المسألة هي فراحكم هذا الطلاق ويذي طلبت الطلاق يعني هو الطلاق واقع سواء رضي به الوالدان أو لم يرضيها النتيجة واحدة لما طلبت الطلاق فطلقها معناها وقع الطلاق فإن كان رجعيا أي طلق واحدة وندم على ذلك وهي ندمت بإمكان التراجع كما هو معلوم وإذا كانت المسألة يعني آخر تطليق مثلا نحن لا نعرف التفاصيل فإنه لا تصلح له زوجة حتى تنكح زوجا غيره نعم نعم بارك الله فيك شيخنا لكن شيخنا معلش يعني 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 لا يلجأ إليه إلا عند تعذر العيش السعيد نعم فلكن مجرد طلبت الطلاق بدون سبب لا شك أنها ربما حتى ارتكبت حتى حرمه لكن الطلاق واقع طيب شيخنا لغ سعد يسأل ما حكم التأخير في الصلاة يعني يؤخر الصلوات لبعضها مثلا أنا سألته مثلا يصلي الظهر مع العصر ممكن أو يأخر الصلوات يعني ما حكم التأخير الصلاة لا أنا سمعت سؤاله نعم وكان يتحدث عن إذا دخل الظهر وهو لم يصلي الصبح نعم هذا الذي سمعته في السؤال ومع ذلك نجيبه طيب جميل عنا قضية قضية التأخير الصلاة لغير عذر من نوم أو ما شبهه أو إغماء أو شيء من هالقبيل ممنوع التأخير نعم لكن هو ربما يسأل عن قضية ترتيب الصلوات نعم الترتيب الصلوات كالآتي عندنا مشتركة الوقت لهنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه الترتيب بينهما واجب شرط بمعنى من لم يرتب بينهما فقد ارتكب إثما وصلاته باطلة يعني لو يعني لم يصلي الظهر نعم حتى زي الوقت الآن اللي نحن فيه نعم لم يصلي الظهر ولا العصر نعم فقال خل نصلي العصر هو الأول هنا صلاته للعصر باطلة وارتكب إثما نعم فالمفروض أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بعد ذلك وكذلك يقال أو هذا ما يقال كذلك في المغرب والعشاء نعم 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 يعني خمس صلوات فأقل فهذا ترتيبها واجب غير شرط بمعنى هذا صاحبنا لم يصلي مثلا المغرب مغرب أمس نعم وعشاء أمس نعم وصبح اليوم نعم ثم انتبه عند الظهر بعد ما دخل صلاة الظهر هذا يصلي المغرب والعشاء والصبح ثم يصلي الظهر الآن لأن هذه صلوات قليلة أقل من خمس أما إذا كانت الصلوات كثيرة نعم يعني أكثر من خمس على قول وأكثر من وأكثر من من ستة على قول آخر نعم فإن الترتيب ليس واجبا ولا تبطل به الصلاة صلاة يحفظ الشيخ نبارك الله فيه يرزقه الصحة والعافية وأن يبارك له في علمه وعمره وأن يختم لنا وله بالإيمان إخوتي أخواتي جاءنا نهاية الحلقة وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة